معي على التليفون النجم الكبير الكابتن طريق العشري المدير الفن لطلاق الجيش كابتن طريق براحبيك بنا بارك في كابت الله متشاكل كدا على الكلام الحل ده ارمش قدي يعني لا هو مش كلامي والله ده كلامي كابتن سابير كامونة وكابتن ابو الدهب البرح تحياتي يوم الحتبية وكابتن رضا عبدالعلي اللي بيقطع فأي يوم درب اشهد بيك يوم وطش الزملك وطلاق الجيش كمان رضا حبيبي حياتي اليوم طبعا الله يخليك كابتن يعني اتفاجئنا بالأداء طبعا مباريات الزبالك والأهلي بتخليك تركز مع الفرق فرق يعني طلاع الجيش أو امبي أو فرق الدولي الممتاز باعتبر انها طبعا مباريات بيكون لها تركيز أكبر وبالتالي اتفاجئنا بأداء مختلف لفريق طلاع الجيش أمام نادي الزبالك هل ده يعني كان وضع طبيعي المباريات احنا ما كناش شفناها ولا كان التركيز أكبر بالنسبة لحررتك وبالنسبة للعيبة علشان دي مباراتنا للزمالك يعني خلينا نقول أولا الحمد لله على ثلاث نقاط مع فريق كثير طبعا فرينا للزمالك والمبارات اللي زادية اسلام ما بتحتاجش مننا على الصعيد المعناوي والزهن اللاعبين يعني اللعبة جاهزة فانت اللي كل بتعمله بتحاول تنظم نفسك بشكل كويس جدا فيه تكتيك معين احنا بنتفق عليه بننفزه والله لدي صراحة أنه حبيب شكل كبير جدا 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 وهذا فوقع على نفسهم واستطاعنا أن احنا نخطف ثلاث لقاط مهمين جدا من فريق كبير نقلونا في موقع جيد وبدينا أمل أن احنا نتطلع للأفضل إن شاء الله في المرحلة القادمة أنا شايف إن مش بمحت الصدفة اللي وصول الحمد لله رب العالمين فيه تدرق جيد جدا في المستوى وفيه تدرق كمان فيه لأنك تبتعلم من لأن من شهرين الفريق كان متداني المستوى بعدين نبتعدين ناخد خطوة 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 خطوات سريعة فعملنا قفضة جيدة جدا فيه جدوى المسابقة والولاد صراحة متفققين عن نفسهم بيقدوا بشكل كبير جدا بشكل صورة جدية والحمد لله ياتيك بتحسد والولاد بيأخذوا صيخة في نفسهم نهاردة تلاقي فيه هوية اللي طلعها الجيش فيه شخصية فيه رأي التالي هادت بشكل كبير جدا فالعرضة في ممبراطة الزمالة احنا مرتكننش للدفاع فقط لغير لعاكس الشروط الأولاني كنا احنا متفوقين اقصر وصولوا للمرمى وبرضو في ممبراطة النادي الاهلي كنا كذلك فأنا بحيي الولاد مجلس الغدارة صراحة يعني مجلس يعني دعم بشكل كبير جدا اللي هو خلت شكري من أخفر صراحة دعم قوي جدا جدا للسريق جاز فني ولعبين وإطار إداري كلنا على القلب رجل واحد كان عندنا هدف من ساعة مجهد ان نحن نرتقي بالمستوى الفريق عشان يصل للمكانة اللي طريق به بإسم طلاع الجيش طيب عندي وفقا للأرقام فريق طلاع الجيش هو ثالث أقوى دفاع دخل فيه 14 هدف بعد ثلاث أقوى دفاع في الدوري بعد بيرامدز والنادي الأهلي النادي الأهلي هو الأقوى دخل فيه 10 أهداف فقط وبيريمدز 13 هدف وحرطك أو فرقتك بتيجي ثالث أقوى دفاع في نفس الوقت ووفقا للأرقام بيجي فريق طلاع الجيش على المستوى الهجومي من أضعف خطوط الهجوم تاني أضعف هجوم حرطك سجلت 10 أهداف فقط فهل ده تركيز على الناحية الدفاعية أكتر ولا الأسباب لا يعني خلان قولنا الحمد لله تطورنا خاصة في الناحية الدفاعية لأنه من ساعة ما جينا كان هناك فيه مشكلة في الناحية الدفاعية للسرقة وكمان مشكلة تنعلكمين نحن كان دخل مرمانة حوالي 10 أهداف وبعدين كنا محارزين هدفين فقط لغير وللصدق أن الهدفين اللي جابوهم بتنموا دفاعين فطبعا أنا كان عندي مشكلة في حياته دي بشكل كويس توقفات المنتخب طبعا بسطرات دياتها شهرين شهر في شهر دفعونا بشكل كبير جدا جدا عشان نرتب الأوراق وأي فرقة جيدة لابد أن هي تكون دفاعيا جيدة فالنهاردة يكونك أنك تنتقل من أحسن ثلاث فرقة في الدورة الممتاز في النحية الدفاعية شيء جيد جدا 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 وإحنا قدامنا نتشاهد كده احنا مشين يعني بخطة سافتها نبنلعب على نتيجة الواحد سفر والولاد شغالين فيها بشكل كويس جدا وبنحصد منها النتائج بلليل أن احنا ارتقينا وصلنا للمركب نهاردة مركب جيد جدا رصيل ستة وعشرين نقطة فالحمد لله يعني فين سجان بشكل كويس وتيم بقى قوي فرقة بقى اتهاب وده الشيء الجيد الملموس للجميع تطور حتى في النحية البنانية تطور في النحية الزهنية تطور في أداء اللي عادين من أول بسام لخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم أي نعم احنا مقللين جدا في خط الهجوم لكن في رؤية الحالي لأن احنا طبعا ما تنساش ان احنا كان عندنا ثلاث العابين طوال جدا جدا في خط الهجوم عمر مانتي وناصر مانتي وعمر جمال وعمر ماري لول ثلاثة كان على صعيد التهديد عالين جدا جدا فالنهاردة انا شايف الأمور ماشية في صراحة صحية وانا بحييهم وبحيي طبعا كل الناس المتواجدة عندنا ان احنا الكلام ده جاي يعني يعني بعد شغل مبسوط تنهاردة مثلا بسام لما بتشوفه يعمل كين شيك والحمد لله رب العالمين الناس عملة تحسدك ان طلع الجيش ما تهزمش ده نتيجة عمل وارى بسام مدرد جايد طبعا اسم السيد السوركي ام بعمل كبير جدا مع بسام ومع شعبان ومع حتى الحارس 3 احمد فبيقدم النهاردة بسام يعني بطريقة جاهدة جدا جدا ومحافظ على مرمى وكمان كابتن فريد فالناحية دي يعني احنا مش قلقنين منها بشكل كويس الحمد لله رب العالمين مشيين في الطريق الصحيح وان شاء الله اهم حاجة بس نكمل طيب حرضك وجهة الاهلي وجهة الزمالك السنة ووجهة البرامد يعني ايهم كان الاصعب بالنسبة لك يعني في الملعب والله كل مباراة صعبة مش عاوز اقول لك مباراة لكن طبعا المباراة الكبيرة هي لها استعدادها الخاص والزهني ما تنساش الامباراة دي ان كل جمهور مصر فنيا وإعلاميا وحتى المدردين وحتى العايدين بيقدموا افضل معدو ودي اللي بيتمر التقييم فيها فيك اداء كمدرد اللي هنا بتظهر قدراتك انت الفنية مع السرعة الكبيرة فالنهاردة كون ان الطلاع يظهر بهذا بهذا المنظر مع فرقتين كفار ونغلب لإسماعيلي ونغلب فاركو وسيراميكا وقد فوق عليهم بشكل كبير جدا ده محسوب طبعا لعمل كبير جدا بوزل في الفترة اللي فاتت لا وانا يعني انا اللي بقول كمان ان يمكن كمان الامكانيات المالية اللي في فاركو واللي في سيراميكا واللي في يعني واللي فيوتشر اكبر من او الميزانية المرصودة للفرق للتلات فرق دول تحديدا اكبر من فرق طلاع الجيش يعني او العقود انا بتكلم على عقود كمان تحديدا الكل عارف يا اتلام ان احنا لنا درجة معين بتعقدات المادية ولنا ساعة معين لكن احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحاسن فيها بشكل قوي والولاد اتراحطا يعني عشان كده بقول لك مجلس ادارة قادة الواخر تشوف واقف ورانا خاصة على هذه التحفيز لاننا لقى دور كبير جدا في حاجات خارج الملعب اهم كمان من داخل الملعب خاصة من النواحي المادية والمعنوية فانا اتمنى ان احنا نواصل بإذن الله تعالى عندنا مبرى مؤمة جدا بجيء مع المؤولين وانت تعرف ان احنا بنعاني دايما من المباراة الكبرى في المستوى في المباراة اللي بعدها على طبية الصحة تتبقى متخوف ان اللعب ينزل في اداؤه من ناحية التركيز فده اللي احنا بنحاول نتلافيه ان شاء الله لمطف المؤولين نداء ان شاء الله اه دايما انت بتبقى خايف من لعنة الفوز على الفرق الكبيرة بالضبط كده لا يعني المشكلة المشكلة ان الزمالك بثلاث نقاط وما قولين بثلاث نقاط مش الزمالك بثلاث نقاط ايوة لا بس هو الضجة الاعلامية بيطلع كل بيطلع كل كابتن طريق بحس ان بريق طريق العشري اللي هو اللي كان في حرس الحدود والانديا اللي اخذت بطوله طبعا او يعني وصلت حرس الحدود ان هو ياخد بطولة اه دايما شو بطولة دايما تلق بطولة اه او اكتر من بطولة فالفترة من الفترة ليه كاسمه سوبر اه الى جانب في ليبيا كمان اه بطر بطر الدوري اه اه مزبوط بحس ان الفترة دي بيستعيد مرة تانية طريق العشري بريقه التدريب واسمه الكبير فهل ده كان بسبب ان حررتك كانت الفترة اللي فاتت اه في مشاكل مع الانديار اللي حررتك اه دربتها مشاكل فنية مشاكل ما كانتش بتساعدك ولا كان طريق العشري وصل لمرحلة منتاشية فيها اه تدريبيا فكان فيه اه ثقة اكبر في التعامل مع الانديار اللي حررتك دربتها في كلها الفترة اللي فاتت لا هو اشوف اه المدرب زي زي اللي عاد اه فيه فترات بي بقى فيها متواهد وفترات بتمر عليه صعبات اه في اه فهو ده اللي انا مريت به في الفترة اللي فاتت ديه برضو الفرق اللي انا بتقدم المسافحة يعني انا مثك ود دجلة وهو كان في نفس عن نزول الحمد لله بقىPER في الدول جئت الفترة اللي قهبل وبقى اللي بتاعتخارس الحدود كان في نفس عن نزول والحمد لله بقى في الدول ففه المشكلة انت بتطول فرق كلها في اللبن ده الفترة الاخيرة لا مششك انت بتتأثر لو انت بتطول الفرق اللي هي الكبيرة د practiced بتلعب على طرجة اكبر وده يمكن لكن اللي احنا بنحاول نوصله في طلاع الجيش. ان احنا نبدأ من حيث انتهيت. وان الفريق يتحول من فريق بمجرد ان هو تواجد فيه الدور الممتاز لفريق ينافس على المراكز التنافسية. فده اللي هنحاول بإذن الله عاندنا عليه فيه السنوات القادمة. لكن المدرب دي مر بالمراحل دي زي وزي اللعب الضغط. لما بتيجي بتقول ان طرق العشري واخد ثلاث بطولات مع حراس الحدود واخد بطولة الدوري في ليبيا مع اهل طرابلوس. كان شيء غريب بالنسبة لك ان لم يتم طرح اسم طرق العشري ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر. ولا عدم الترشح ده بسبب تأثر اتحاد الكرة او تأثر اللي رشحه ايهاب جلال كمدير فني للمنتخب. بالفترة اللي حررتك توليت فيها او كان البريق فيها التدريب يقل شوية. شوف سؤالكم كل شيء نصيب اولا. اولا خلالنا نبارك الكرة ايهاب. ان شاء الله بإذن الله موفق وقول لنا معاه. على ثاند ده مدرب نصري. تمناله النجاح في التدريب القادمة. بإذن الله تعالى وترجع تاني على ده. المنتخب يتعلق بشكل كبير جدا ويرجع عهد الكرة ايهاب جهري. ويبقى في عهده فيه انتصارات. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوفق بشكل كبير جدا. موضوع المتاخد. ده أنا متأعي. يعني شوف اطار العاشي موجود. والسفيد بتاعه موجود. والحمد لله إنجازاته تتكلم عنه. أنا من النوع ده ما بكلمش عن نفسي بشكل كبير جدا. لكن اترشحت. أنا ده ما سعيد جدا. ما اترشحتش. موضوع ما بتفنش معايا بشكل كبير. لكن بتساني عن نفسي. أعب أزعل ما بلقيش اسمي إنه من دمن الناس اللي بيبقى اترشحت. ده علشان انت كمان لا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا أو الإعلام. يعني انت بتشتغل وبس مركز في شغلك وبس. هو ده يعني للأسف. شوف انا عاوز اقول لك حاجة. مم. أنا من نوعية المدربين اللي ما بابلش الكلام الكتير. ولا السوشيال بديا ولا ولا القريق ولا. مم. فبس بالعمل هو اللي يتكلم. مم. بتشتغل بشكل كويس جدا وتركز في شغلك. النجاح هو اللي بيفض نفسه. مم. احنا قدامنا المهم عمل كبير جدا مع طلاع الجيش من فترة القادمة. مم. احنا قطعنا نص المشوار وباقي النص الأهل. عشان كده احنا دايما بالأكد على العابين انه دايما بنجد الضموحات في الفترة دي. او الفترة القادمة بإذن الله تعالى. فاعتمنى ان احنا ننهي مع طلاع الجيش بشكل جيد جدا جدا. في مكانه. عشان بعد كده ان شاء الله ننطل الحمد. يعني طريق العاشر واحد من ابناء الاتحاد سكنداري. الاتحاد سكنداري بيمر. وكان حصل طبعا لغط وجد الفترة من الفترات. حرضك توليت وبعدين على الجال المقولين فمشي فسبنا. ودلوقتي في نفس التوقيت برضو الاتحاد سكنداري بيواجه مشكلة وازمة كبيرة. في الفترة اللي فاتت بعد رحيل حسام حسن المدير الفني. فشايف الاتحاد سكنداري ايه الاسباب لتراجع المستوى. وهل ممكن طريق العاشر يرجع مرة تانية يدرب الاتحاد سكنداري ولا بقى صعب. خلينا اه يعني كويس ان انت فتحت الموضوع ده اسلام دي ان طبعا النهار ده نزل. اه يعني تصريح كده على الثاني. انا متحدثش متحدثش فيه خالص في النحاء ديه خالص. خالص 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 طبعا يعني. انا بتأسف ان التصريح ده بطلع على الثاني ويمكن انا نفيته. ان اه كان التصريح بيقول ان طريق العاشر يرفض تدريب نادل التحاد سكنداري. وعمر الواحد ما يرفض ديس ابدا 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 ابدا. لكن هناك فيه توقيت. توقيت معاين. توقيت اللي اللي حصل فيه لغة انت بتقوله عليه ده. مكانش توقيت مناسب سعيفة. ويمكن انا اعتذرت. النهاردة نادل الاتحاد بيمتلك ادارة جيدة جدا بقيادة الحاج محمد صلحي. واذا طبعا بتربطنا بيه علاقة اخوية جدا 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 جدا. واذا ايه انا متقدر المجهود الكبير اللي بيبزوله هو ومدلس ادارته عشان نادل الاتحاد يركع لمكانه الطرق. هو حاليا في دروب. واذا انا باعتقد يعني الدروب ده مش هيطول. ومعها مدرب محترم مع مدن احاد. ان شاء الله بإذن الله دعاله هو مثل. يعني الفطرة دي اللي بيبقى فيها الدروبات. لابد يتكاتب في جميع اولهم الجماهير. وما تقلقش. الدنيا هتتضبط هتتضبط بإذن الله تعاني. المهم في الازمات دية المدرب بحيث ان هو في امان. وانا اعتقد دية من سمات طبعا الكبتن الحاجة محمد وصريع ومجلس ادارته. يا ما اما تواجد الكبتن حسين حسن في الفترة اللي فاد دية. يا مساهم بشكل جدير كده في مسامدته. وانا اعتقد ان هو هيستاند اعماد بشكل جدير كده. عشان يعدي الاتحاد من اذبته هو قادر. ان هو يعدي من اذبته تاني. تاني في الاهمية هو الجماهير. لابد ان الجماهير الاتحاد. وقامير اسكندرية وقاميريتها بسبقة خاصة. تتكاتف بشكل جدير جدا مع فرقتها. عشان تعادل كبول ان الاسف المتشاط اللي بيمروا ديها. اللي تعادل الفترة دي ايه متشاط تقيلة. وانت عارف الاسفترات الزمنية قليلة جدا جدا جدا. بيطلع من هزيمة الهزيمة. والملاد يعني الداخلين في موتقب او في نفق يعني. محتاجين فيها ثقة بشكل جدير جدا. وانا متأكد انهم هيتخطوا ده بشكل جديد. محمد بسام رايح الزمالك السنة الجاية؟ شوف اه بسام يعني انا سعيد جدا جدا بتعامل مع شخصية محترمة جدا جدا. وعلى سعيد الشخص. وكابتن فريق بحق. اه 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 طبعا اه ابناء نادي طلع الجيش. قد عمره كله في طلع الجيش. هو اه اه يعني وكمان انا عاوز اقول لك من اللي تشوف ان الكذاب ملتزم جدا جدا. مع فرقته في الفترة الحرق الرغم. انه قدامه عروض كتيرة جدا. يمكن انك بتحكي اسمعها في الكلام ده بشكل كبير جدا. اه اه احنا غلقين الملف ده تماما تماما. ويمكن انا انا متكلم على اي مش بسام بس. بسام ومعند والفيل والناس اللي هي. اه اه جاية لعروض كبيرة جدا جدا. اه احنا غلقين الملف ده تماما. لبعد نهاية الموسم. فيها الاول نستقر ونطمئن عليها ونحطها في مكان الطبيعي. والنادي هنا عندنا سرحة ما فيها حاجة خويسة جدا. انهم دايما ما بيقابشوا قدام ولادهم اللي هما ضحنوا من اجره. فبسام لي دورك. هما التلات لعيبة بتنتهي عودهم السناد يا كبتونت. لا. هو بسام والفيل بسام والفيل بسام والفيل بسام والفيل. لكن المهند لا مرتبط بعهد مع الناس. اه طيب ومهند برضو كان في كلامي انه هو اقترب من الانتقال الى نادي الزمد. اتبص النهاردة يا اسلام انا النهاردة كان في عدة خاصة مع اللاعبين. عشان انا عارف الفطرة دي تزن الايجنتات والانبياء على اللاعبين بشكل كبير جدا. بيمثلوك طبعا ان يخرجوك عن تركيزك. ولزا انا بتكلم ان احنا عاوزين نقي مرحلة. المرحلة الجاية هي الاهم. عشان بعد كده ان شاء الله نتطلع الافضل. وده اللي يمكن ان اتفاقتي مع اللاعبين بشكل كبير جدا. في زن في زن. يعني الاجنتات يعني عاملين زن ناحية. والعروض بيجيبوا لك العروض من كل الدنيا. اي. والولاد قويسين ومطبوبين. فاحنا خلينا نغلقين الكلام ده الملف ده. وده اتفاقنا مع اللاعبين. وبعد نهاية الموسم هنقيم الموقف بشكل كويس جدا. اللي في صالح النادي وصالح النادي. النجم الكبير الكابتن طرية العاشية المدير الفني لطلع الجيش. انا هم بشكرك.